هل مررت بلحظات في موقف ما شعرت أنك شاهدته أو عايشته من قبل؟ لا تقلق، هذه ظاهرة نفسية عصبية، طبيعية، يعيشها الكثيرون أحياناً، ولكن لا يستطيعون التعبير عنها فلتعلم إذن، ديغافو هو اسم هذا الشعور بأنك عشت موقفاً معيناً من قبل الدماغ يعالج المعلومات في الذاكرة القصيرة والطويلة أحياناً تنتقل المعلومة مباشرة إلى الذاكرة الطويلة هذا يجعل الموقف يبدو وكأنه حدث مسبقاً قد يكون السبب عدم تزامن بين الفصين الأيسر والأيمن الفص الثاني يتلقى المعلومة بعد لحظة من الفص الأول هذا الفارق الزمني يخلق إحساساً بالتكرار الديغافو يحدث غالباً في حالات الإجهاد العقلي يمكن أن يرتبط بالقلق أو التعب الشديد يظهر عند التواجد في أماكن جديدة أو غير مألوفة قد يكون مرتبطاً بذكريات مخزنة في العقل اللواعي إذا تشابه مشهد جديد مع ذكرى قديمة، يظهر الشعور بالديجافو الديجافو ظاهرة طبيعية لا تسبب ضرراً إذا كان يتكرر كثيراً مع فقدان واعي، ينصح باستشارة طبيب هل تريد معرفة المزيد عن الظواهر النفسية والاجتماعية التي تعيشها؟ تابعني وعلق وتفاعل